أهلا بكم إلى درسنا اللغة العربية اليوم سنتحدث عن الحال وأنواع الحال ما هو الحال وما هي أنواع الحال الحال هو اسم نكرة مشتق منصوب يأتي لبيان هيئة الفعل أو المفعول به أو الاثنين معا عند وقوع الفعل ويأتي في جواب كيف حدث الفعل لننظر إلى أنواع الحال يرد الحال على ثلاث صور الحال المفردة والجملة وشبه الجملة الحال المفرد يقع الحال مفردا أي على صورة كلمة واحدة أو تركيبا واحدا غير جملة ولا شبه جملة لننظر إلى الأمثلة نشأ يحيا محبوبا من جميع أقاربه كيف نشأ يحيا؟ نشأ يحيا محبوبا هنا جاء الحال مفردا وهو محبوبا نشأ يحيا ومحمد محبوبا من جميع أقاربهما كيف نشأ يحيا ومحمد؟ نشأ يحيا ومحمد محبوبا هنا محبوبا الحال وجاء مفردا نشأ يحيا وإخوته محبوبا من جميع أقاربهم وكذلك محبوبا هنا الحال وجاء مفردا لننظر إلى الحال الجملة في هذه الحالة يأتي الحال على صورة جملة اسمية أو فعلية وهي حالة اتيانه على صورة جملة اسمية يتطمن الحال الوا والحالية أو الطمير أو كليهما ليربطه بصاحب الحال لننظر إلى الأمثلة قرأ محمد رواية نجب محفوظ وهو قائم أين الحال في هذه الجملة وهو قائم نرى هنا جملة اسمية وهو قائم هنا الحال عاد الوالد من المزرعة يحمل الخضارة والفاكهة كيف عاد الوالد من المزرعة عاد الوالد من المزرعة يحمل الخضارة والفاكهة هنا الحال يحمل الخضارة والفاكهة جاء جملة فعلية إذا كان الحال جملة فعلها ماضي غير من في في هذه الحالة يتصدر الجملة حرف قد مع الوا والحالية مثال عدت من أوروبا وقد حصلت على شهادة الماجستر والمثال على اتيانه جارا ومجورا نزل السائق من السيارة في غضب كيف نزل السائق من السيارة؟ نعم هنا الحال جاء ومجورا وهو في غضب نزل السائق من السيارة في غضب كيف نزل السائق؟ نزل في غضب في هذا الجملة لم يرد الحال في صورة مفرد بل في صورة شبه جملة لننظر إلى بعد سياق خاصة في الحال هناك سياق خاصة يتم استخدامها في اللغة حالا مثلا كافة عامة جميعا قاطبة وحدة زيادة ضمير لننظر إلى الأمثلة جاء الأساتذة كافة كيف جاء الأساتذة؟ جاء الأساتذة كافة كلمة كافة هنا الحال قبضت الشرطة على المتظاهرين جميعا كلمة جميعا هنا أيضا صيغة خاصة في الحال جاء حالا في هذه الجملة قبضت الشرطة على المتظاهرين كيف قبضت الشرطة على المتظاهرين جميعا تزداد نسبة الأميين في الدول الفقيرة عامة كلمة عامة هنا جاءت حالا قرر القضاة قاطبة أن يسجن الجانه قاطبة هنا أيضا الحال لا يستطيع أن يتجول المرء وحده في هذه الساعة من الليل كما قلنا هناك أيضا صيغة خاصة في الحال وحدة زيادة ضمير هنا نرى وحدة وضمير لا يستطيع أن يتجول المرء وحده وحدة زيادة ضمير هنا وحده الحال نعم أعزاء الطلاب باختصار تحدثنا عن الحال وأنواع الحال في اللغة العربية تمتم في أمان الله إلى اللقاء في دروسنا المقبلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر